بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدوال كثيرات الحدود اختبار الفصل الأول للثانية ثانوي رقم 12 أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقني الرياضي والرياضي للسنة الثانية لأنه تمارين رائع يعني جاء في أحد اختبارات الفصل الأول إذن حيث يقول نعتبر المعادلة ذات المجهول الحقيقي X التي اسمها E التي عبارته هي X مربع ناقص جذر ثلاثة زائد واحد في X زائد اثنان في جذر ثلاثة ناقص اثنان يساوي سفر واحد قال بيّن أن المميز دالتا يساوينا ثلاثة ناقص جذر ثلاثة لكل مربع واستنتج أن المعادلة E تقبل حلين متميزين ألفا وبيط لم يقل استخرجهما قال بيّن أنهما يوجد يجد ثانيا قال أحسب ألفا مربع زائد بيطا مربع دون حساب ألفا وبيطا ثالثا قال تحقق أن ألفا إذا كان يساوينا اثنان فهو حل المعادلة E ثم استنتج قيمة بيطا الحل الآخر إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن ننطلق في الإجابة على السؤال الأول قال بيّن أن المميز دالتا يساوينا ثلاثة ناقص جذر ثلاثة لكل مربع إذن نكتب هنا البرهان أو التبيان إذن البرهان أن المميز هذا دالتا يساوينا ثلاثة ناقص جذر ثلاثة لكل مربع لاحظوا هنا وانتبهوا أولا إنها معادلة من الدرجة الثانية هذه المعادلة E دقيقوا أرجوكم تقول القاعدة إذا كانت عندنا عبارة مكتوبة من شكل AX مربع قلت AX مربع زائد B في X زائد C يساوي سفر وهي معادلة فإن A هو دائما العدد المضروف في X مربع A قلناه هو العدد المضروف في X مربع إذن في مثالنا هذا A هو واحد B هو العدد المضروف في X ها هو B هو العدد المضروف في X ليه هو B يصبح يساوينا ناقص فتح قوسة جذر ثلاثة زائد واحد الس هو الأعزب ما معنى الأعزب هو الذي لا يوجد له X هو هذا لهو كم؟ لهو C يصبح يساوينا إثنان جذر ثلاثة ناقص إثنان هذا هو الس نأتي الآن هو يريد أن نحسب المميز المميز دارت يساوينا قانونيا B مربع ناقص أربعة في A في C ال B هو هذا نربعه لما نربعه تصبح لنا هكذا ركزوا ناقص نفتح قوس جذر ثلاثة زائد واحد هكذا الكل مربعه ناقص أربعة في A لهو واحد في C لهو إثنان جذر ثلاثة ناقص إثنان لاحظوا انتبهوا معي تصبح تساوينا أولا هذا الناقص واحد مربع ماذا يعطي لنا واحد معناه هذا الناقص يمكن أن يذهب مباشرة لأنه مثله كمثل ناقص واحد مربع كم يعطي لنا واحد حتى نفهم الفكرة إذن أركزوا معي تصبح لنا هذه تصبح لنا مباشرة زائد يعني زائد واحد لأنه كان عندنا ناقص واحد لو كان إثنان ناقص لنا لا نقول إنه سوف نربع ما نصبح لنا أربعة إذن نصبح لنا هذا المتطابق الشهير كم رقم واحد مربع الأول لهو ثلاثة جذر ثلاثة مربع لهو ثلاثة زائد ضاف الجداء لهو إثنان في واحد في جذر ثلاثة ثم عندنا هذا نضربه في هذا تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص ثمانية جذر ثلاثة ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص تصبح لنا زائد ثمانية لم أفعل شيء تصبح تساوي لنا أولا عندنا هذا لهو أربعة مع الثمانية كم إنها إثن عشر ثم عندنا هذا مع هذا لهو إثنان جذر ثلاثة مع ناقص ثمانية جذر ثلاثة تعطينا ناقص ستة جذر ثلاثة هذا اسمه المميز الذي وجدناه لكن لاحظوا نقول و من جيهتنا أخرى ماذا نملك من جيهتين أخرى لدينا ماذا؟ لدينا أنه ثلاثة ناقص جذر ثلاثة يا أبنائي مربع لهي هذه ماذا لو ننشرها كم تعطينا؟ تعطينا مربع الأول مربع الأول إنه تسعة زائد مربع الثاني اللي هو ثلاثة ناقص ضعف الجداء معنا ناقص إثنان في ثلاثة اللي هي ستة في جذر ثلاثة كم تعطي لنا؟ تعطينا إثنى عشر ناقص ستة جذر ثلاثة وتسعين ماذا؟ وتسعين دالتا إذن نقول لحظتم؟ يعني حسبنا دالتا بطريقتنا بحسابه كمن المعادلة فوجدنا إثنى عشر ناقص ستة جذر ثلاثة وعندنا عبارة أخرى ها هي التي من جهة أخرى اللي هي ثلاثة ناقص جذر ثلاثة الكل مربع لما نشرناها وجدناها أن هي نفسها عبارة مميز أي هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا أنها تسعين ثلاثة ناقص جذر ثلاثة الكل مربع وهي قيمة موجبة تماما لماذا أبنائي؟ ركزوا عندنا الثلاثة أكبر من جذر ثلاثة هذا معروف إذا ربعناه يعطينا قيمة موجبة تماما إذن ها قد حسبنا هذا السؤال يقول أحدكم والإجابة النموذجية الإجابة النموذجية كما تلاحظون هنا مكتوبة بالتفصيل ثم عندنا بعدها قال واستنتج أن المعادلة تقبلوا إذن نقول استنتج أن المعادلة التي اسمها أ تقبلوا حلين ما هما متمايزين اسم واحد منهم ألفة وابطة نقول بما أنه ماذا؟ دالتا يسوينا ثلاثة ناقص جذر ثلاثة الكل مربع فهي قيمة موجبة أي دالتا موجبة تماما فإنها للمعادلة حلين متمايزين اسمه أولا ألفة وابطة لماذا؟ لأن المعادلة من الدرجة الثانية إذا كان عندها المميز موجبة تماما فإنها يوجد لها حلان متمايزان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال واستنتجنا أن المعادلة تقبلوا حلين ألفة وابطة جاء السؤال الآخر قال أحسب ألفة مربع زائد بيطة مربع دون حساب ألفة وابطة إذن نكتب هنا عنوان حساب ألفة مربع زائد بيطة مربع دون حساب ألفة وابطة ركزوا هنا أرجوكم أولا عندنا ألفة مربع زائد بيطة مربع لو تلاحظوا إلى هذه المتطابقة الشهر سمعوا جيدا ألفا زائد بيطا الكل مربع ماذا يساوي لنا؟ إنها المتطابقة الشهر الأولى يساوي لنا ألفا مربع زائد بيطا مربع زائد ضعف الجداء لهو إثنان ألفا في بيطا دقيقوا ما رأيكم أبنائي إذا جئنا هذا ماذا يسبح يساوي؟ لهو ألفا مربع زائد بيطا مربع ماذا يساوي؟ أليس يساوي لنا ألفا زائد بيطا الكل مربع وننقل هذا الجزء إلى الطرف الآخر فيصبح لنا ناقص إثنان ألفا في بيطا يقول لحدكم لم أفهم ركزوا هو طلبا مننا أن نحسب ألفا مربع زائد بيطا مربع هنا جئتنا بالمتطابقة الشهراء الأولى ألفا زائد بيطا لكل مربع يساوي لنا ألفا مربع زائد بيطا مربع زائد إثنان ألفا بيطا ما رأيكم إذا نقلنا هذا الجزء؟ هذا الجزء نقوله إلى هذا الطرف فماذا يصبح يصبح لنا ألفا زائد بيطا لكل مربع ناقص إثنان ألفا بيطا ماذا يصوي لنا ألفا مربع زائد بيطا مربع يقول أحدكم كيف جاءتك الفكرة يا أستاذ جاءتنا الفكرة على أساس أن ألفا مربع زائد بيطا مربع لا يوجد لهم طريقة خاصة إلا أنها المتطبقة الشاهرة هذه الأولى الآن تصبح لنا ألفا مربع أو نأتي الآن إلى بعض الخواص الموجودة نقول بما أن المعادلة لها حلان متميزان لهم ألفا وبيطا فماذا تقول القاعدة تقول مجموع حلي المعادلة اللي هي ألفا زائد بيطا مجموع حلاء المعادلة ماذا يسوي يسوي لنا ناقص بي على أ يا أبناء يركزوا هذه القواعد درسنا مجموع وجداء الحلين إذن مجموع الحلين ألفا زائد بيطا يسوي لنا ناقص بي على أ وجداء الحلين اللي هو ألفا في بيطا يسوي لنا سي على أ هذا هو المعروف يا أبناء حتى تفهموا الفكرة جيدا الآن نأتي الأ ها هو الأ هو العدد قنا المضروب في الإكس مربع إنه كم إنه واحد البي ها هو البي ألم نقل بي هو العدد المضروب في الإكس فعندنا القانون هو ناقص لاحظوا عندنا ها هو البي ها هو البي انظروا جيدا ها هو البي وإذا ضربناه في ناقص فمع هذا الناقص ماذا يصبح يصبح لنا زائد فتصبح لنا جذر ثلاثة زائد واحد لماذا لأن هذا الناقص مع ناقص هذا القانون يصبح لنا زائد حتى تفهموا الفكرة على واحد فتصبح لنا ألفا زائد نضع نقطتين ألفا زائد بيطا ماذا يسوي؟ يسوي لنا جذر ثلاثة زائد واحد سمعوا جيدا عندنا كذلك ألفا في بيطالي هو جداء الحلين يسألنا السي على أ السي ها هو يا أبناء السي السي هو العدد الأعزب ليه هو إثنان جذر ثلاثة ناقص إثنان على الأ ها هو الأ وأنه هو واحد إذا لم تصدقوا أرجعوا الفيديو ها هو أ وها هو بي وها هو السي قد استخرجناه من قبل دقيقوا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ألفا في بيطال يسألنا كم؟ يسألنا إثنان جذر ثلاثة ناقص إثنان ركزوا الآن كل واحد سوف نأخذه إلى مكان هذا سوف نضعه في هذا الموضع لاحظتم؟ إذن فتصبح لنا تسألنا ماذا؟ جذر ثلاثة زائد واحد الكل مربع لماذا قلت هذه ألفا زائد بيطال نضعها هنا في هذا المكان عندنا ناقص إثنان في ألفا في بيطال ألفا في بيطال ها هي قيمتها نضعها في هذا الموضع يعني حتى تفهم الفكرة ناقص نفتح قوس إثنان جذر ثلاثة ناقص إثنان دقيقوا الآن يمكننا أن نقوم بحساب ألفا مربع زائد بيطال مربع بطريقة بسيطة إذن انتبهوا معي أرجوكم فتصبح لنا ألفا مربع زائد بيطال مربع يساوي هذه المتطابقة الشهيرة الأولى تسألنا مربع الأول لهو جذر ثلاثة مربع لهو الثلاثة زائد مربع الثاني لهو واحد زائد ضعي في الجداء لهو اثنان في واحد في جذر ثلاثة ناقص عندنا هذا في هذا ناقص ثمانية ناقص حفوة ناقص أربعة في جذر ثلاثة لاحظوا جيدا ثم عندنا هذا في هذا زائد ماذا؟ زائد أربعة تصبح ألفا مربع زائد بيطال مربع يساوي أن هذا أربعة مع هذا الأربعة كم يعطي لنا؟ يعطي لنا ثمانية ثم عندنا إثنان الجذر ثلاثة ناقص أربعة جذر ثلاثة تصبح لنا ناقص إثنان الجذر ثلاثة هذه هي قيمة ألفا مربع زائد بيطا مربع بطريقة جد جد بسيطة إذن أول شيء ألفا زائد بيطال كل مربع يساوي ألفا مربع زائد بيطا مربع زائد إثنان ألفا هذا يمثل مجموعة الحلان مجموعة الحلان قاعدته هي ناقصometers على A وهذا يمثل لنا جداء الحلين الذي سيناسي على A هذه قاعدة عليكم أن تحفظوها يا أبنائي حتى تفهموا الفكرة ثم استخرجت ألفا زائد بيطة ها هي هنا استخرجت ألفا مربع زائد بيطة مربع قلنا هي تسعين ألفا زائد بيطة لكل مربع هذه عوضتها هنا وإثنان ألفا في بيطة ألفا في بيطة ها هي عوضتها هنا وأكملت المسير فكتبت فوصلت إلى هذه القيمة فنشرت فوجدت الثامنية ناقص اثنان جذرة ثلاثة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال ما قبل أخير قال تحقق أن إذا كانت ألفا تسعين اثنان هي حل للمعادلة ثم نكتب هنا التحقق أن ألفا يساوي اثنان حل للمعادلة التي اسمها أ هنا ما علينا إلا أن نأتي بهذه ونعوذ بقيمة الألفا يعني في قيمة الاثنان تصبح لنا هنا نعوذ باثنان وهنا باثنان علينا أن نجد السفر فتصبح لنا اثنان مربع ناقص جذر ثلاثة زائد واحد في اثنان زائد اثنان جذر ثلاثة ناقص اثنان لا نقل تساوي سفر بل نعوذ تصبح لنا أربعة التي هي اثنان مربع ثم ننشر هذا في هذا تصبح لنا ناقص اثنان جذر ثلاثة ثم هذا في هذا لأن الناقص لا تنسوا الناقص هذا الذي في خارج تصبح لنا ناقص اثنان زائد اثنان جذر ثلاثة ناقص اثنان تساوي ركزوا جيداً عندنا هذا مع هذا يعطينا ناقص اربعة مع الاربعة نصبح سفر اذا فهذا وهذا وهذا يذهب وناقص اثنان جذر ثلاثة مع زائد اثنان جذر ثلاثة ساوي السفر نقول ومنه آلفا يساوينا اثنان حلاً للمعادلة لاحظتم الآن بعدما برهلنا أن الآلفا هذه لما يأخذ القيمة اثنان هو حل المعادلة قال استنتج إذا نكتب هنا استنتاج قيمة ماذا؟ قيمة بيطا لهو الحل الآخر لمن للمعادلة ا ركزوا هنا جيداً هل هنا نستغل طريقة المميز أم نستعمل طريقة أبسط من المميز ما هي الطريقة اللي هي مجموع حلين نحن قلنا أن آلفا زائد بيطا لهو مجموع حلاء المعادلة يساوي ناقص بي على يساوي لاحظتم؟ إذن هنا إذا جئنا هو قال هنا قلنا أن الآلفا كم هي؟ الآلفا في هذا المكان تصبح تساوي إثنان زائد بيطا يعني هنا لأن الآلفا قال هو من؟ قال إثنان تصبح تساوي ناقص بي ها هو البي انظروا ها هو البي ونضربه في ناقص ماذا يحدث؟ أكيد هذا الناقص يذهب لماذا لأن البي له ناقص ونضيف له ناقص القانون تصبح لنا زائد تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا جذر ثلاثة زائد واحد على الأ هو العدد المضروف في الإكس كما يعطي لنا هو واحد ركزوا هنا نقطة نقطة أبنائك كي تتعلموا ومن هذه المعادلة تعالوا نستخرج بيطا أكيد هذا ننقله إلى هذا الطرف فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن بيطا يصبح يساوينا جذر ثلاثة زائد واحد لأن هذا واحد لا يحدث شيء وهذا العدد إذا نقل إلى الطرف الآخر تصبح لنا ناقص اثنان تصبح لنا بيطا تساوينا جذر ثلاثة ناقص واحد هذه هي قيمة بيطا لاحظتم؟ إذا كان الألفا اثنان فالبيطا يصبح لنا جذر ثلاثة ناقص واحد الآن تعالوا نتحقق من الشيء الذي وجدناه يقول أحدكم ما هو تحققوا من هذا الكلام هل هو صحيح أم لا هذا الكلام أنه إذا قلنا ألفا مربع زائد بيطا مربع هل حقيقة نجد ثمانية ناقص اثنان جذر ثلاثة تعالوا نجرب إذا ألفا مربع زائد بيطا مربع لهو كامل ألفا أعطيت لنا هي الاثنان تصبح لنا اثنان مربع زائد بيطا مربع لهو جذر ثلاثة ناقص واحد تعالوا نحسب هذه القيمة هل نجد هذه القيمة أم لا أركزوا هذا مجرد تحقق فقط تصبح لنا أربعة زائد هذا قلنا هنا مربع لن ننسى التربيع هنا عندنا مربع فهنا تدريك التربيع لن ننسى هذا تصبح لنا ماذا مربع الثاني لهو متطابق الشهير هذا المتطابق الشهير رقم اثنان مربع الأول وثلاثة زائد مربع الثاني ناقص ذا في الجداء لهو ناقص اثنان في واحد في جذر ثلاثة تصبح لنا ثمانية لأن هذه تعطينا ثمانية ناقص اثنان جذر ثلاثة إذن كل شيء محقق وصحيح مئة بالمئة لاحظتم؟ يعني لما حسبنا ألفا مربع زائد بيطا مربع وعوضنا الألفا والبيطا بما يساويهم فوجدنا أنها حقيقة تستوينا ثمانية ناقص اثنان جذر ثلاثة هذا ما يدل على أن القيم التي وجدناها في السؤال الذي قبل إنها قيم صحيحة مئة بالمئة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روحهم الطهرة كما يبقوا دائما معنا بالتواصل عبر صفحة الأستاذ مردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته